السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معيكم ماروة امامة عداي. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة انا بقدمها. انا عملت لكم ريفيو قبل كده عن شاورجيل مود. وده ريفيو عن شاورجيل مود الاسدار الجديد. وهقول لكم رأيي فيه بكل امانة. اه وانا جبته منين والضحك علي ازا فيه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اه في البداية انا اه جبت الشاورجيل مود ده كان من محل في اه في اي ان كان هو انا بصراحة هو المحل ده تقريبا اللي كنت بلاقيه بس هو في موجود فيه وما بلاهوش دايما في اي مكان تاني فمجرد ما لقيته بصراحة قلت لأ انا اشتري كمية بقى اشتري التلاتة دول واجربهم هما يعودوا معي مسلا فترة ممكن بيعودوا معي ممكن سنة مسلا تسعة شهور اه على حسب طبعا اللي استخدام بس هما بيطولوا معي قوي يعني وخاصة ان الكل يعني كل واحد اه حوالي سبعمائة وخمسين ميلي فهو بصراحة بيطول هما كاتبين عليه سبعمائة وخمسين ميلي وسبعمائة ميلي صوفي. اه فانا جبت التلاتة دول كان اللي هو والانتنس والبولد دول حستهم بصراحة احسن حاجة في الروايح. اه فانا اه بعد اما جبتهم اه بعد دي يعني رحت مكان تاني في نفس يعني في نفس الوقت او في نفس المكان لقيته اقل اه كل واحد اقل بعشرين جنيه يعني كان الواحد اصلا ثمنه مفروض ان انتو تجيبوه بستين جنيه مش بمش بتمانين جنيه او اكتر من كده على حسب طبعا المكان هو بيغلي عليكم فهو تمانه الواحد ستين جنيه اه بس فالمهم يعني حبيت ان انا رجعه ما مرضوش يرجعه على اساس ان هو يعني كحاجة خاصة بالعناية الشخصية اه المهم خلينا نتكلم بقى عليهم وبصراحة هو اه الاشدار الجديد ده مش حلو خالص بصراحة ما عجبنيش ريحته مش ثابتة اه ريحته هادية درجة يعني مش حلوة مش بتثبت يعني خالص عامل زي الروايح اللي هي ايه عارفين اللي هي التركيبات اللي بتجيبوها من اي مكان كده مش موصوق فيه والله حتى التركيبات ساعد بتثبت عن الريحة دي مش ثابتة خالص يعني ما عجبنيش هو في يعني في الرغوة والكلام ده كله عادي هو كويس بس في الريحة بصراحة ما عجبنيش خالص ان هي ريحته مش ثابتة الاصدار القديم اللي هو ده اللي هو زي الخليجية نفس الشكل ده عموما بالالوان بتاعه وسواء ده اللي هو كان بالعود او اللي هو الروز او اي ان كان اللي انا كنت عامل لكم عليه ريفيوهات ده بصراحة كان احسن حاجة وانا لو جبت مش هجيب تاني اللي هو الاصدار الجديد هجيب تاني الاصدار القديم بالروايح بتاعته بصراحة طحفة وثابتة وبتدي ريحة حلوة للجسم وبتبدل يعني بتبدل على الجسم فترة طويلة ده تقريبا يعني ريفيو مختصر عن الشوارجل موت بالنسبة للاصدار الجديد والاصدار القديم انا كنت عامل عنه ريفيو كامل موجود برضو عندي عقناة حسبه لكم في صندوق الوصف ولو استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعمل لي اللايك لان اللايك بيفرق في الفيديو معي ان هو بيترفع لأكبر عدد ممكن من الناس وآآ شكرا لكم والوقتكم يا ريت فعلا اكون في التوكوي باي باي.